سيادة النائب أسامة هيكل رئيس سجد الثقافة والإعلام بالمجلس برحب بحديك معنا يا سيادة النائب سيادة النائب سيادة النائب التعديل الوزاري الجدير حديك اتكلمت ان الشرع المصري معادش محتمل يعني اي يكون حق لتجارب لو جاز التعبير يعني فحديك شايف التعديل الوزاري لازم يكون عامل ازاي ايه دور البرلمان في التعامل معه اولا يعني احنا لازم نفكر بشكل علم شوية انه اي تعديل في الدنيا لازم ليه منحك بمعنى ان انا لازم اقول انا بغير فلان ده ليه وايه مميزات فلان اللي انا جايبه وهيعمل لانه وخلاص هو مسابة وتوافق عليه من شعور في الدورة الاولى للبرلمان انما لازم يتفيه الماء مدام البرلمان اصبح طرف فنبغي ان يكون في عرض واضح لأيه اسباب ان احنا جبنا الاشخاص دور وإلا هيبقى يعني يعني مش هينفعن احنا نبقى عمالنا تغيير هيبقى مسكن وبالتالي يبقى احنا محتاجين ان احنا يعني نقول للناس ايه اسباب التغيير ايه مميزات الشخص الجديد وايه اللي حصل في اللي ماشي دا مش اهانة لانه مفهوش اي شيء يغير اللي ماشي لانه طبيعة الامور ان الوزير مش قاعد طبعهم ما هو بيمشي ما كل الناس بتيجي ساعات ووزراء وتمشي يعني داش حاجة انما المهم ان انا يبقى عندي اختلاف في الاداء يكون عندي هدف ويكون فيه تحقيق لهذا الهدف وايه الهدف اللي محطوط قدام الوزراء الجداد عشان نبتدي نقول يعني هيشتغلوا فيه ازاي هنحسبهم عليه امتى هيجي الوقت مثلا بعد ستة شهور ماذا كامل من المطلوب منه انما يعني غير كده هيبقى التغيير صوري دا مش مطلوب الحقيقة دا يحصل دلوقتي ولا يحصل لما تتعرض عليكم الاسماء او التعديل الجديد لا اما يعني يحصل دلوقتي او بعد كده انا بقول لحدك عن منهج احنا والحكومة ما يبقاش فيه اختلال يعني هو لازم يبقى متفقين انا ما ابدأ هنشتغل عليه واعتقد انه مجلس الوزراء الامور دي لازم تكون واضحة عنه لانه الامور اختلفت عن زمان في هذه الوقت اصبح البرلمان طرص المحاهمة فينبغي انه هو يكون يعني ليه حاطة باسباب التغيير على اقل يعني طب ايه بقى المنهج اللي هيتابعه مجلس النواب في التعامل مع التعديل الوزاري كل وزير على حد تقوله موافقين او رفضينه ولا بنقبل التعديل لا 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 التعديل يقبل كله يرفض كله عشان كده لازم يكون فيه حظر شديد في المسألة عشان ما يبقاش فيه اخصاق لانه ممكن مثلا حد يعترض فيه اطراض على وزير معين في اتجاه عام رفض وزير فتلاقي التعديل كله ترفض حيث المسألة دي عشان كده انا بقول لحديك ان احنا لازم نتلخل حظر في الموضوع بسرعة يعني عشان بعرفين احنا هنعمل ايه قبل ما نخص الضر بس هل ده وارد يعني بالامكان فعلا رفض التعديل الوزاري هل الاتلاف الليه الاغلبية جاهز بمرشحية جاهز ان هو يشكل وزارة لا انا مش بتكلم على الاتلاف لانه انا مش متحدث باسم الاتلاف انما انا بتكلم على المناخ العام اللي في الشارع والمناخ العام اللي منعكس داخل الضرامات انا بتكلم سياسيا يا سات النائب انه لو رفضنا لازم نكون مستعدين بالبديل لا مش اللي انا بتكلم فيها نتكلم انه هل يرضى الشارع بهذا التغيير ولا لا يرضى التغيير اقنع الناس في الشارع بايه لازم الضلمان يكون مقتنع بهداف التغيير وبالاشخاص اللي جايين قادرين على هذا التغيير اللي احنا نفضلين ولا لا وبالتالي يبقى الامور بات قريبة من بعضها انما انا جبت فلان وفلان 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 فوافقنا فخلاص انتهى الموضوع تبقوا بعدين يعني حصل اياه طيب لو التعديل الوزاري جاي في وزارات ووزارات مثلا حضرتكم كنتوا شايفين لازم يتم التغيير فيها من حقكم الكلام في المسألة دي ولا لأ ولا برضو الرضا هايبقى في كلام طبعا هايبقى في كلام بس انا معرفش التجاه العام داخل البرلمان هيكون شكله ايه انما انا بقول لحزر منداب ان احنا يجب ان احنا نتوخى الحظر في التعامل في التعديل بهذا الشكل بخاصة الامر خاد من الكلام كتير انا طبعا وطف مليون في المانية انهم ما ينشف في الجرائح حول التعديل هو يعني محط توقع مش اكتر يعني تجري توقعات انما الحقيقة فيه استمنعرفش والحقيقة هي اللي اطورت عن طرمان في جلدته سواء الحد او بعد الحد الله عزيز شكرا جزيلا نساة النائب اسامة هيكر رئيس تجهة الثقافة والاعلام باجس النواب الان اخوات 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 اخو